تعالوا بقى نرجع ونبدأ أخبارنا كده معاكم بتتواصل جهود الدولة الحقيقة المصرية في إعادة رعاياها من السودان عبر المنافذ البرية وكذلك الجسر الجوي الموجود لنقل الرعاية المصريين بالسودان إلى مطار شرق القاهرة أكدت وزارة الخارجية في بيان وصول أعداد المواطنين المصريين الذين تم إجلاؤهم زي ما أنتم شايفين دليل لمطار شرق وده عبر الجسر الجوي المقام والمنافذ البرية إلى 2679 مواطن حتى يوم أمس مع استمرار القنصليات المصرية في السودان في دورها لإجلاء المصريين العائدين المواطنين الحقيقة كمان أكدت وزارة الخارجية استقبال 16 ألف شخص من غير المصريين عبر المنافذ الحدودية مع السودان حتى الآن وأضحت الخارجية أن أعداد العابرين من الأشقاء السودانيين تجاوزت أكثر من 14 ألف مواطن كما بلغ عدد العابرون إلى مصر ما يزيد عن ألفين مواطن أجنبي من خمسين دولة وستة منظمات دولية طبعا مصر بلد كبير ومصر دايما فتحة مش بس الحدود فتحة قلوبها وبيوتها علشان الاستقرار يعني جيرانك وأيضا دولنا العربية الشقيقة بتجد في مصر الأمن والأمان بيجوا بيتعاملوا هنا كمواطنين حقيقيين يعني بياخدوا كل الرعاية وكل الترحاب ونتمنى إن شاء الله أن الأمور تستقر وتهدأ بإذن الله ترجمة نانسي قنقر